في الفيديو ده هعرفك الخطوة الثالثة في طريقك للربح من الانترنت عن طريق التداول الآلي وطريقك في الربح من الانترنت عن طريق سمارت ريت بوت والنهاردة هنعرف ازاي تربط حسابك في سمارت ريت بوت بالمحفظة بتاعتك على كوكواي يلا بيدا طيب اهلا بيكون معياتي يا شباب معكم عبدالله السايب تارسي جديد من دروس الرابح من الانترنت النهاردة زي ما انا قلتلك كده ده الفيديو الثالث في السلسلة بتاعتنا ازاي تبدأ تاخد طريقك في الربح من الانترنت عن طريق تداول الآلي او عن طريق شركة سمارت ريت بوت فالنهاردة هعرفك ازاي تقدر تربط المحفظة بتاعتك بشركة سمارت ريت بوت علشان تفعل عليها اي بوت والبوت يشتغل ويجيب لك ارباح فزي ما انتو شايفين قدامك كده خلينا نفتح على طول في الشرح العملي بس حط لايك على الفيديو قبل ما نبدأ على طول زي ما انتو شايفين قدامك كده ده حسابي على سمارت ريت بوت ده حساب جديد هربطه بالبوت جديد تمام؟ علشان تبدأ تربط الحساب بتاعك علشان تتأكد ان الحساب بتاعك محتاج تربط هتيجي هنا عند كلمة ماي والد هتضغط عليها بالمنظر ده هتلاقي الكلام ده كله فاضي هتقدر تربط محفظتك هنا بالمحافظ دي كلها عندك بايننس عندك كوكوين أوكي اكس وبايبت عندك كل المحافظ دي وفي منهم محافظ لا تحتاجش اي تفعيل لأي هوية او اي حاجة للناس اللي عندها مشاكل في مجال العملية 300 في الدول بتاعتهم طيب انا هختار كوكوين لان دي اللي هنشرح عليها النهاردة وان شاء الله كل محافظة من المحافظ دي هنشرح عليها فيديو خاص تمام؟ هنا هنبدأ ان احنا نحط البيانات اللي مطلوبة قدامنا هنا طيب هنجيب البيانات دبنين طبعا بعد ما تفتح حساب كوكوين من اللينك اللي هسيبه لك في الديسكريبشن وطبعا لو انت لسه ما سجلتش في سمارت ريت بوت برضو هسيب لك اللينك ده كمان في الديسكريبشن هنروح على حسابنا في كوكوين وبعد كده هنبدأ ان احنا نضغط على علامة الشخص دي او علامة الاكاونت بتاعتنا او علامة البروفايل تضغط عليها بالمنظر ده وهتنزل لتحت عند كلمة API Management تضغط عليها بالمنظر ده تمام؟ هيبدأ ان هو يفتح لك الصفحة اللي هو قدام اللي بيقولك هنا علشان تبدأ تفعل API بتاعك محتاج انك تفعل البروفيكيشنز دول او عوامل الامان دي انا افعل الاسم اس اللي هو تجيلك رسالة على تليفونك او تجيلك رسالة على الرقم الخاص بتاعك علشان يتأكد ان هو حسابك او يجيلك رسالة على الايميل وكمان اخر حاجة التريدنج باصول هتضغط علي ايديت عند الحاجة اللي انت ما عملتهاش هتبدأ انك تفعلها انا لسه ما عملتش التريدنج باصول هتضغط علي ايديت وبعد كده هبدأ ان اقول له سنت كود علشان يوصلني الكود على التليفون طيب هنا زي ما انت شايف قدامك بعد ما حطيت الكود بتاعي بيقول لي ان التريدنج باصول ده المفروض يكون مكون من 6 اقام وبيستخدم بس لترانزيكشنز والوزدرو او السحب للابي بليز نوت التريدنج باصول يعني ده مش التفعيل بتاع جوجل او التو اف اي بتاع جوجل هقول له تمام بعد كده هبدأ ان انا احط التريدنج باصول بتاعي واضغط على confirm طيب وبعد ما فعلت التريدنج باصول بتاعي فتح لي الصفحة اللي قدامك دي هنا زي ما انت شايف قدامك قدر ان انا احط API زي ما انا عايز هنا هتختار ال spot and margin وتبدأ تضغط على create API هنا هتحط ال API name ال API name ده هتحط هتسميه بس عشان تعرف ال API ده بتاع انهيبوت فانا عن نفسي هتضغط هنا smart trade ده ان ده ال API بتاع شركة smart trade boot طيب هنا بيقولي ال API passphrase ال API passphrase ده بيطلب منك انك تعمل باصورد خاص لل API ده بس فاحنا ال API ده مش هيتشتغل او هيتفعل غير لما نعمل الباصورد بتاعه فانا هنا هكتب له باصورد خاص بي وبعد كده نرجع مرة تانية طيب بعد ما نكتب باصورد API هيكون الكتب بالمنظر اللي قدامك ده هنزل لتحت واضغط على كلمة trade لان احنا عايزين البوت بتاعنا يعمل trading بس تمام هنا في transfer مش هتعمل عليها اي حاجة هتسيبها زي ما هي وبعد كده هنا API restriction هتخليها no وبعد كده هيبدأ ان هو يفتح لك الصفحة دي هيقولك انت عايز تخليه كده لمدة قدية انا هخليها لمدة قدية لو عايز تحدد مدة حدد او لكن انا مفضلش انك تحدد او ممكن انك تحدد السنة اللي هي عضويتك في smart trade boot طبعا لو انت مش عارف ازاي تسجل في smart trade boot تفتح account وتبدأ تعمل deposit او تعمل اداع شرحنا الكلام ده في البلايليست اللي انت بتفرج عليها دي في فيديوهين تانيين فوق فاتفرج عليهم او خد الفيديوهات دي بالترتيب هيكون اضطل لك طيب بعد ما تتخلص الحاجات دي هتضغط على كلمة next وبعد كده هيحولك للصفحة اللي بعدها بس الاول هيطلب منك طيب هنا هيطلب منك الباسورد او trading password وبعد كده هنا هيطلب منك sms verification هقول له send code علشان اخد الكود اللي هيبعتلي على رقم التليفون وبعد كده هضغط على confirm هيقول لي تمام ال API بتاعك خلص ولكن باقي خطوة واحدة هو اننا تفعل الرسالة اللي جات لك على الايميل فهرجع على الايميل وفعل الرسالة بتاعتي ملحوظة مهمة ما قلتها لكش في اول فيديو ونسيت اقولها لازم تكون فاتح کوكوين مش من التطبيق لان الاسف التطبيق ما بيدعمش الموضوع ده لازم تكون فاتحه من على جوجل من على التليفون فانا فاتحه من على جوجل كوم وفاتح الاكاونت بتاعي هناك طيب هتلاقيه بعتلك الايميل بالمنظر ده تضغط على activate API هيبدأ يفتح لك الصفحة اللي قدامك دي هيطلب منك بعض البيانات الزيادة زي ما انت شايف قدامك اداني ال API بتاعي ده ال API key وبعد كده ده secret key هبدأ ان انا اخد ال API key ده كده اول حاجة وارجع على smart trade boot وحط هنا ال API key بتاعي هنحطه بالمنظر ده طيب بعد كده عندنا ال API secret هنبدأ ان احنا نرجع تاني على cocaine وناخد ال API secret اللي هو ده copy وبعد كده ارجع تاني على smart trade boot وحط ال API secret بالمنظر ده طيب عندنا API passphrase ده الباسورد اللي احنا عملناه لل API فقط المكون من 6 ارقام طيب والخلنا الاخيرة هنحط ال API passphrase اللي هو طلبه مننا اللي هو الباسورد اللي عملنا لل API ده فهبدأ ان انا احط الباسورد بتاعي بعد ما اتخلص الكلام ده كله هضغط على save هيبدأ يحمل معي بالمنظر ده وبعد كده هيقول لي wallet saved زي ما انت شايف قدامك يعني ال API بتاعي تفعل والبوت بتاعي تربط بال API بتاعي زي ما انت شايف قدامك وبس كده دي كانت طريقة ربط البوت بال API او ربط البوت بمحفزتك على cocaine هنعمل بقية المحافز زي binance, pipet وبيت المحافز المتاحة في smart site boot في الفيديوهات اللي جاية لو عجبك الفيديو تنساش اللايك وسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة